السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة واستثنائية من بداية عام 2020 وكل سنة وطيبين ومعنا دايما الجديد في ملعب المظليم ودايما الحصل لملعب المظليم سواء في المجموعة القسم الثاني والقسم الثالث وبعض مشاكل لمراكز الشباب ولكن قبل قبل مبدأ حلقته النهاردة عزيزي المشاهدين بحب رحب بزميلي الأستاذ محمد عبد النبي كل سنة وانتطيب كابتن طارق وكل سنة والشعب المصر الأصيل بألف صحة وألف سعادة كل سنة والقيادة المصرية اللي دايما وقف في ظهرها الشعب المصر الأصيل وهم طيبين كل سنة والإخوة الأقباط بألف خير وألف سلام وكل سنة هم طيبين بمناسبة أعياد الميلاد وعيد القيامة المجيد كل سنة وكل أسرة وكل فرد في المنظومة الرياضية في مصر بألف خير وألف سلام وكل سنة وأنتوا طيبين أعزيزي المشاهدين في بداية كل حلقة معنا أخبار ملعب المظليم أخبار ملعب المظليم النهاردة معنا أخبار حصرية لملعب المظليم وإن شاء الله يكون معنا أخبار على الهواء مباشرة من نادي الزمالك أثناء حلقة اليوم أول خبر أستاذ محمد معنا اتحاد القرى يرفع شعار لا تراجع على استسلام في ملف زيادة الاستبدال في الفترة الشتوية بالفعل يا كابتن طارئ تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد القرى برئاسة عمر الجنيني برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال في شهر يناير الجاري وكشف هناك مصدر مسؤول باللجنة أن هناك اتصالات شفاهية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح باب الاستبدال في أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب وبالفعل يا كابتن طارئ النهاردة في الصباح الباكر كنت في اتحاد القرى وقابلت الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد القرى أكد لي أن الاستبدال متاح لجميع الفرق يعني متاح لجميع الفرق خمس لاعبين استبدال في كل الأقسام المختلفة من حق أي فريق أنه يتم استبدال خمس لاعبين بعد استبدالهم بلاعبين آخرين وقيدهم في القائمة الفريق الخاص به وأيضا يعني نظرا لأن فريزة مالك من الفرق الأكثر احتياجا لموضوع الاستبدال كابتن طارئ هناك اجتماع زي ما حضرتك أشرت حاليا عقده المستشار مرتضى منصور مع رؤساء الأندية في مصر كلها وفي نادي الزمالك برضك بيحتاج إلى اللعب وسط مدافع ومهاجم صريح وأيضا لوقيد اللعب محمود جنش بعد إصابته بعد العودة من الإصابة وأيضا تم التعاقد مع اللعب كريم العراقي ظهير أيمن المصري اللي يكون بديلا لحمد النقاز ولعب وسط مدافع بعد إصابة محمود عبد العزيز زيزو وأيضا رغبة فرجاني ساسي الرحيل كما يحتاج الفريق إلى مهاجم بديل للمغربي بطيب والكنغولي كاسونجو كابونجو حاليا بيقوم بالتدريب في نادي الزمالي كالعادة عزيزي المشاهدين سعد فاروق يستقيل من تدريب النجوم بعد الهزيمة أمام بيتروجيت الكابتن سعد فاروق يا كابتن طارق تقدم باستقالاته بعقب الخسارة أمام بيتروجيت بهدفين مقابل لشيء وتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز التاسع وذلك بعد أن قام النجوم يعني قاد فريق النجوم ثلاثة مباريات تعادل سلبيا أمام كوكاكولة ثم الخسارة على ملعبه أمام سيربيكا كلوبطرة بهدفين مقابل هدف وأخيرا خسر أمام بيتروجيت بهدفين مقابل لشيء الدكتور ماهر عبد الحليم وكل يعرف من هو ماهر عبد الحليم المدير الفني السابق لنادي باني عبيد بعد فوزه على نادي الزمالك وخروجه من كأس مصر كابتن محمد ومديرا فنيا لمنيت سمنور بالفعل الدكتور ماهر عبد الحليم له صولات وجولات في عدة يعني كثير من الأندية آخرها كان بيضرب فريق دميات وزا ما أذكرت كده أنه قام بتدريب نادي باني عبيد أثناء الفوز على نادي الزمالك وخروجه من كأس مصر في الدور 32 بالفعل تم اختياره مديرا فنيا لنادي منيت سمنوت بعد قبول اعتذار المدير الفني السابق الكابتن جمال الشرقاوي بسبب تعرضه الوعقة الصحية شديدة يذكر أن الدكتور ماير عبد الحليم قام بتدريب الأندية العديدة منها الزرق وبن عبيد وشربين وضميات وقرباء طلخة والجهاز الجديد اللي مع الكابتن مع الدكتور ماير عبد الحليم كابتن جمال الشرقاوي مشرف عام على القرى كابتن علاء سيف مدير القرى والدكتور أحمد عبد المولى مخطط أحمال والكابتن أسامة الحسيني مدرب حراس مرمى معنا رابع خبر معنا كابتن محمد لافتة طيبة من مجلس إدارة نادي بني عبيد بارتداء تشيرت شهيد الشهامة بالفعل فريق كابتن طارق فريق بني عبيد كان في أحد للشباب حاصل يعني في الصنة الثانية من كلية الهندسة جامعة المنصورة وتوفيها بمناسبة يعني في وجود بانس كهرابي وبالفعل فكرة جات للدكتور يرميس ردوان وأيده بالفكرة أيضا الحاج أشرف محمود طه رئيس مجلس إدارة أسواء الربيع راعي الفريق وراعي أيضا البرنامج وأيده الفكرة وعمل تشيرتات للفريق وإقام فريق بني عبيد بلبس هذه التشيرتات في المباراة مباراة كهرباء طلخة اللي انتهت بالتعادل صفر صفر وكل الشكر وكل التأدير للدكتور يرميس ردوان رئيس نادي بني عبيد وأيضا الحاج أشرف طه راعي فريق بني عبيد وراعي برنامج ملعب المظليم بعد ذبح العجول وذبح الخرفان جينا لذبح الأرانب كابتن محمد أحد جماهير المطرية يزبح أرنبين في الملعب لفك النح يعني ظاهرة جديدة على القرى المصرية بعض الأندية بيزبحوا وجول كابتن طارق وبعض الأندية الأخرى زي ما شفنا يعني فريق غزل المحلة دبح خروف قبل مباراة بلدية المحلة وفاز فيها 1-0 وأيضا فريق بن عبيد اللي دبح أيضا خروف قبل مباراة المنزلة وفاز فيها 3-0 أحد جماهير المطرية زي ما حضرتك أشارت الزبح أرنبين في الملعب لفك النحس هو مش لفك النحس ولا حاجة هو يعني تقرماً لواجه الله يعني بيقوموا بالدبيحة وتفريق اللحوم الخاصة بالدبيحة للفقراء علشان يعني ربنا يفرج عليهم كده في المباريات وهو في المطرية كابتن طارق دبحوا أرنبين جات الأرنبين بعدد الهدفين اللي دخلوا المطرية وانتهت المباراة بفوز بالآس على المطرية في المطرية 2-0 يبقى كده الأرنبين ما جابوش نتيجة كابتن طارق تمام أعزائي المشاهدين أخبار سريعة وأول مرة نعملها في برنامج ملعب المظالم الأشعة تثبت إصابة أجاي وشريف إكرامي وحسين الشحات بالأهلي الكابتن أحمد رضوان مديراً فنياً لنادي القوم بالقاهرة الكابتن وائل عبد الفتاح مديراً فنياً للفريق الأول بنادي الزعفران وآخيراً رسمياً أبو العنين شحاتاً مديراً فنياً لتلفونات بنيسوي فكابتن محمد سريعاً كده في 2019 كابتن طارق وصول كريستانو روناندو للهدف 700 في تاريخه وأيضاً فوز الأسطورة ميسي بالقرى الزهبية للمرة السادسة وفوز ليفربول بدورة أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه وفوز المنتخب الجزائري ببطولة أمم أفريقيا التي كانت مقامة بمصر للمرة السادسة في تاريخه وأيضاً نادي بيتروجيت قرر فسخ التعاقد مع اللاعب أحمد رؤوف مهاجم الفريق وأيضاً من ضمن الأخبار السريعة أزمة تعود مجدداً لفريق المنصورة وكابتن ياسر عبدالواحد يغادر التمرين غاضباً لعدم سداد الالتنزامات المالية لللاعبين قبل موقعة الرجاء الهامة غداً وأيضاً مينة سمنود ترفض عرض الترسانة لمهاجم الفريق سيدي سيلة ووليد 99 بـ 200 ألف جنيه ونادي مصر يتفوض مع نادي مينة سمنود ولم يستقر على المبلغ حتى الآن دي بعض الأخبار السريعة كابتن طارق أعزائي المشاهدين بعد أخبار ملعب المظالم نطلع لتقرير مهم جداً لبلدية المحلة ومينة كابتن محمد معك؟ التقرير مهم جداً لفريق الزرق ومنتخب السويس منتخب السويس لزمينا أحمد مجاهد ونستقبل ضيفنا القرام اللي أول مرة يشرفونا النهاردة من اسكندرية الإعلام المتميز مع عمد صلاح آسم ومعه الكابتن محمود شيكا مدير فني 2003 من نادي السكة الحديد السكندري وأحمد صالح لعب نادي السكة الحديد السكندري موليد 2004 وأشبل عمر أيمن علي عرف ونرجع لكم تاني موسيقى مطابعة مرة تانية هذا على طول محمد نبيل بس موحيد محمد نعيم نعيم نقل على طول سامح بدأ يحرك سامح بدأ يشغل سامح هنا ناحية لجومية اللعب المشاكس اللعب سامح دويب العمل إزعاج في مباراة شيربين عمل جيم هايل أمام فريد شيربين لكن نشوف ركلة المرمى بنلعب في ربع ساعة من الشوت التاني والتعادل السلبي حتى الآن لكن هنشوف منتابع كرة أمامية عدوي عب مطلب أشرف متابعة مرة تانية رجب لرضا السيد لكن تخرج عطول هنا لرقم التماس مشاهدين الكرام الحمد لله هي نقطة غالية لكن احنا كنا نستحق التلاتة بونت احنا الشوت الأول طبعا دايما احنا كنا بنخايفين من كلمة أول دايما اللي بنقول اللي بيضايع بيستابة لكن الحمد لله التركيز اللي كان عقلي هي البداية بس في أول الشوت التاني خمسة دقائق ما كانش فيه تركيز حصل كورتين سوابت او معامل خطورة علينا لكن بعد كده الجيم كان واضح احنا كنا ضغطين على بني عبيد من أول دقيقة مضاعين 3-4 فرص مؤحققين في الشوت الأول لو واحدة جات كان يتغير سير المباراة كان بني عبيد اكيد هيص على التعويض وهيتفتح خطوطه لكن في الآخر الحمد لله انت بتتكلم على نقطة هي غالية علشان من متصدر لكن لو بالنسبة سير المباراة والأداء لا الشوت الأول بالكامل كله كان ممكن يطلع متقدمين بجلوة اتنين ولكن الحمد لله على كل شيء الحمد لله والشكر الله النتيجة أنا أراضي بها جدا الحمد لله وطبعا كل الناس اللي موجودة شافت الفرصة الأخيرة السكر يقدر يسندها ويروحوا ويحطوا بكل أريحية انما هو لمسها لامسة راحة جنب الآيم الشوت التاني محبين أينما كنتم عبر السحرة المستديرة أحمد مجاهد وحييكم من داخل ملعب مياه الدقالية حيث اللقاء الهام والمرتقب بين فريقي الأشقاء الأصدقاء الأحباء فريق الزرق أمام الفريق الآخر فريق منتخب السويس هنا بسلام يا سلام على العقل لما يشتغل يا مانجا ولكن هناك محمد عبد العال عامل مشوار إلى وليد ليدو وليد لله الله يوسف يوسف أقول يا يوسف يا سلام على المهارة وليد ليدو وليد ليدو مش ممكن خمستاشر عصاب تأتي والعرضية في منطقة الجزاء والخطورة ولكن أخطر منطقة الجزاء هنا الأخطر هنا خطرة مش ممكن أخطر كورة في اللقاء ولكن تمر هنا والعرضية ولكن رأسية حاضرة هناك بمتابعة جيدة وفولوا رائع عن طريق لعب فريقه يمكن منتخب السويس منتخب قوي ولسه كذبنا ترجمة الأسبوع اللي فات لعبت بسلحة اللجومة كلها وغيرنا الطريقة كم مرة في المباراة ولكن يعني الماتش كان ملعب مخنوق شوية ما فيش فرص غير فيه خلق عشر ده للفرقتين ممكن هما كان أخطر مننا الشرط التاني وده لازم تعرف كده ولكن في الآخر في المجمل يعني لسه في أمل وهنقاطر على الأمل والحمد لله بورتين وربعة اتنين بونت طبعا ده مش تموحي ولكن بداية نقدر تلعب من الجو اللي كانوا فيه طبعا وفقدان البنت ولكن إن شاء الله لفترة الجاية هنلعب على المكسب يعني عشر مباريات بدون فوز حتى الآن يعني هتقدر تعالج اللعب النفسين ازاي في المباراة القدر أنا بالي مبارتين جاي بس اخد تعادل يعتبر نتجة إيجابية التعادل مع كاكولة والنهاردة يعني مش هاز أقول نطمع في المكسب لكن برضو ولا أجل منتخب قوي ويكف أننا بفضل الله ثقافة الخسارة عند العمي مش موجودة خالص بأننا مطشين مفيش خسارة أو مرة تحسن أو الموسم لكن نطمع في المكسب لأننا بالشكل ده مش هنقعد إن شاء الله الفترة الجاية السقة موجودة والروح موجودة فبالتالي إن شاء الله لو كسبنا ببرا الوضع يختلف تماما فيه لعبة كويسة وكل حاجة ولكن المشكلة إن ما معيش رصود أشتغل عليه المسكين اتنين بونط بين أربعة بونط الوقت في مطشين برضو المطشات جابتنا مع الاتنين مع كوكاكولا ومنتخب السويس والاتنين بينفسوا سراميكا على الصعود يعني لسه برضو مش قادرين نشم نفسنا لسه مع الفريق وطبع المسكين ما بقلناش عشر طيام إحنا تاني مقرر إحنا وقناة نهارة تأتي بونط ينقول لنا في حتة تانية خالص جايين مركزين قوي على الثلاث نقاط وكنا نستحق النهاردة والله الثلاث نقاط إنت حضرك شفت في الجنة وفساد مش عارفه وفساد مش هنتكلم عن التحكيم بس إحنا النهاردة البونط بالنسبة لنا خسارة والله بس الحمد لله ربنا رايد بالنتيجة والحمد لله كابتن طمال مصطفى قال لك ويبين الشطين كابتن طمال مصطفى قال لما شاء الله شغالين كويس برجولة بس الرجولة مش لوحدها الرجولة معها تركيز والتركيز اللي هيجيب لنا الهدف منخللهم عن حق التاليجة نقاط والنهاردة يا ربنا مش رايد زي ما انت شايف النهاردة يعني بنلعب من ماء يعني ملعب أسوأ ملعب لأيدنا لأنه النهاردة مش عارف يعني في ملعب شربين في ملعب كويسة كتير عزيزي المشاهدين ورجعنا لكم بعد تقرير بني عبيد وكهرباء الطلخة وشكرا للزميل أحمد عادل ومحسن السيد وشكرا لزميل المعلق الرياضي المتميز دائما أحمد مجاهد وأحب أرحب بديوفي اللي حضروا معنا النهاردة في برنامج ملعب المظاليم لأول مرة لإعلام المتميز للأستاذ محمد صلاح آسم أهلا بيك يا كتاب أهلا بيك سيد طارق أهلا بيك سيد محمد عبد النبي أنا سعيد جدا أنا معاكم النهاردة إحنا لسعداء جدا يا كابتن محمد وأنت مورتنا وشرفتنا في ملعب المظاليم ببنا خليك حبيبا كابتن برحب بك طبعا برحب طبعا من كابتن محمد كابتن محمود شيكا مش شيكو شيكا أنت زمالكوة كابتن محمود طبعا زمالكوة ليه الشرف طبعا يعني تبقى إراك في العفاريات اللي ظهرة في الزمالك لويندو يعني هم مشكلة اللي هم شوية لعبها بتدوروا على الفلوس بس لو هم ركزوا بس في المرعب هي فروق كتير لأنهما فعلا زمالكوة في أحسن لعبة في مصر فعلا فعلا في موجود أحسن لعبة موجودة في مصر لكن يعني إحنا لنا كلام كتير نرحب بضيفنا العزيز علينا بردك كابتن أحمد صالح اللاعب فريق السكة الحديد اسكندرية موليد 2004 نورتنا وشرفتنا يا أحمد ده نورك أبتن حبيبي مرحبين أعزيزي المشاهدين نطلع الفصل سريع ونرجع لكم تاني شكرا للمشاهدين ورجعنا لكم من جديد وأستاذ محمد أنت والأستاذ محمد صلاح والكبات المعانا هناخد المجموعة الأولى من القسم الثاني الممتاز به الجولة الحديثة عشر أستاذ محمد معايا الألمونيوم فاز على سهاج 2-1 شباب قنى 1-1 مع المينيا طهطة 0-2 بني سويف بني سويف ماشي كويس أوى كابتن محمد السندي كويس هو السندي بعكس الموسم الماضي كان فيه يعني كان مهدد بالهبوط لكن هذا الموسم ما شاء الله مجموعة السعيد مجموعة صعبة جدا هذا الموسم معاك البنك الأهل 2-0 على بطرول أسيط تلفونات بني سويف واحد واحد مع الألميين الفيوم 4-2 على ديروت يمكن لسه بقول لحضرتك سوى طارق سوى محمد مجموعة السعيد كانت الموسم الماضي يمكن قبل انتهاء الدور بـ 3-4 أسابيع كان عرفنا من من اللي صعد لكن مع نهاية الدور الأول ما شاء الله احنا شايفين الترتيب أكتر من 5-6 فرق في المنافسة عندنا البنك الأهلي في المقدمة 24 نقطة تمام في المركز التاني بني سويف 23 نقطة تمام نادي الألمونيوم يا ريت يا مارينة تعرضونا الترتيب بس على الشاشة أثناء الأستاذ محمد هو بتكلم تمام المركز التالي الألمونيوم 22 شبان أنا 19 نقطة مركز الرابع تمام الإعلاميين 14 بترول أسيوت أيضا 14 هنلاقي بقى تحت الفيوم 13 وسهاج 12 وديروت 5 وطهطة 4 نقاط لو جينا تابعنا كابتن محمد بعد إذن حضرك كده بين الأول والتاني بنت واحد نقطة واحدة وبين التالت وبين الأولان اتنين بنت يعني نقطتين تقرب جدا بين الثلاث فرق دول منافسة شرسة البنك الأهل 24 بني سويف 23 الألمونيوم 22 أنت حضرك زي ما أشرت برضك أن في منافسة شرسة جدا وأنا متوقع أن هذه المنافسة تفضل الرمك الأخير من الدوري على فكرة أستاذ محمد ده أنا أقول لك على حقا كمان ده أنت أنهيت الدور الأول لا ده أنت على فكرة تنفرونت بني سويف وشبان إنا هيقشوا في المعمعة هتلاقي أكتر من 6-7 فرق في المنافسة وده اللي احنا طلبينه من مجموعة السعيد بالأخص ونلاقي أسوان نروح لكابتن محمود شيكا كابتن محمود يعني حضرتك كنت بتقوم بالتدريب السنة دي اعتبر أصغر مدرب موجود في مصر حاليا لسه عندك 20 سنة 24 سنة 24 سنة والمدير الفني اللي فريق السكة الحديد بسكندرية 2002 2003 2000 إيه الإنجازات اللي انت حققتها السنة دي الحمد لله نواخد في المجموعة بتاعتي الثاني MVB أول بـ 25 بنت وأنا الثاني بـ 23 بنت صعدنا الحمد لله على تصفيات على أول إسكندرية وصعدنا الكطاعات بالنسبة لفريق 2000 اللي لسه أخدها يعتبر أول ماتش اللي هي كان أول ماتش في الدور الثاني مع فريق وتعدلنا معه واحد وتعدلنا معه صفر صفر تمام ده بالنسبة للدور الثاني الدور الثاني لفريق 2000 إنما الفريق بتاعت 2003 إن شاء الله نلعب التصفيات و23 طيب أنت معاك النهاردة أحد اللاعبين من فريقتك اللي هو أحمد صلاح أحمد صالح أحمد صالح موليد 2004 يعني أنا سمعك أنت بتقول فيه شعر في هذا اللاعب يعني إمكانياته إيه وأنني سمع أنه هداف بلعب بهاف رايت وبلعب بهاف ليفت وبلعب فكتر من ما كان في الملعب يعني كلمنا عن أحمد صالح كده لا أحمد موليد ألفاني أنا بعض ما أنت حضرتك قلت لعب في فريت 2003 السنة دي لعب جامعة المباريات لعب في فريت 2000 أول ما تشيلي مسكتهم سعطوا لأنني عارفه ووصك في إمكانياته ولعب كويس وقبل ده كله لعب محترم ولعب مكتد وبشتعل عن النفسه كتير فعشان كده أنا سعطوا معايا وزيما حضرتك قلت فعلا هو بينافس الأهداف مع محمود محمود في ترتيب الهدفين بتاع الدول وبتاعة 20 وأحمد 22 تمام أحمد صالح محمود صح؟ أحمد صالح منصور أحمد صالح منصور يا أحمد يعني النهاردة وإنت موجود معنا النهاردة في ملعب المظليم ملعب الناس الغلابة اللي إحنا بنحسس وبندور على الأندية الغلابة نادي السكة الحديد في مصر هنا من أقدم الأندية موجودة في مصر نادي السكة الحديد نادي السكة الحديد في اسكندرية أيضا من أقدم الأندية اللي كانت موجودة في اسكندرية يعني أنت السنة دي شاركت في فريق 2004 وإنت تاني الهدفين في الفريق فريق 2003 أنه ما هو في فريق 2004 هو الهدف 2004 هو الهدف طيب أفضل اللاعبين اللي أنت عاوز تطلع زيهم على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي المستوى المحلي ولد أزار إنما بر مصر ميس ميس ما بتحبش محمد صلاح؟ بحب محمد صلاح طبعا لعب محترم وحريف طبعا محمد صلاح عانى كتير وهو صغير جدا كان بيروح من بلده راكب القاطر يروح المأولين ويعني عانى كتير زمانت حضرك عانيت كده وإن شاء الله نشوفك في أفضل الأندية اللي موجودة في مصر وعاوزينك تحترف بره كمان إن شاء الله نفض مكالمة جاهلكم من اسكندرية المهندس حسن عمارة أهلا بك فاندم أهلا بك فاندم مساء الخير مساء النور كل سنة وانت طيب وآهل اسكندرية والبحرق خير وحضرتك وكلكم طيبين بمس عليكم على البرنامج وعلى الأستاذ طرق غالب والأستاذ محمد عبد النبي مزعين البرنامج وبمس على ضيوفك الإعلامي الأستاذ محمد صلاح وكابتن محمود شيكا واللعب الصلاح ده أحمد صالح رسالة توجهها لللعبين وأيضا الإعلامي المتميز الزميل كابتن محمد صلاحي اللي موجود معنا في هذه الحلقة من ملعب المظليم تقول لهم إيه النهاردة؟ أنا بهنيكم الأول على برنامج المظليم واهتمامك طبعا بالفرق الصغيرة تمام وببارك لللعب أحمد صالح لحصله على حدث الفريق السنة دي وعلى جده واجتهاده وبتمنله جهد أكبر إن شاء الله عشان يوصل للليبل اللي هو عايزه حبيبي حبيبي عمد بإذن الله إن شاء الله وبقول لحمد يا رب يجتهد أكبر عشان المكان كله بيحبه طبعا هو عارفني كويس وعشان ربنا يكرمه كده يلبس التشيرت اللي بيحلم بيه طب إيه هو التشيرت اللي بيحلم بيه به سا 주ح حسن هو عارف الكويش لا احنا عاوزين نعرب بقى كمان هو نفسه يلبس تشيرت ميسي ميس إن شاء الله ربنا يكرمه إن شاء الله كل واحدة باش مهنرز عنده طموح إن شاء الله ربنا sẽق васله وإيه إن شاء الله عشرين عشرين ديت يا رب تكون كل حاجة حلوة كل واحدة عنده طموح يا حققه إن شاء الله إن شاء الله يا رب سنة سعيدة علينا جميعا وبنهني لأخواتنا الأقباط وبقول لأحمد بس رسالة زغيرة كده يا أحمد اشتغل على نفسك أكتر وربنا يبرك لك يا رب وبهني أبوه كابتن أحمد صالح أخويا وصحبي وحبيبي وبقول لربنا يبرك لك في أحمد يا رب شكرا شكرا يا باش مهند شكرين جدا يا باش مهند كابتن محمود اختيارك في اللاعبين بصفتك أن أنت مدرب ناشئين صغيرين اختيارك اللاعبة الصغيرة دي بيجي عن طريق إيه؟ يعني على الطريق أول حاجة ندي باب اختيار صعب ندي ناشئ صغير يعني لازم أن تكون بنركز جامد في اختيارك للناشئين الصغيرين دي المشكلة في الناشئين عندنا لما بيجوا وبيجوا من مشوار طويل لأن اكترية اللاعبة عندي في السكة الحديدة يعتبر من كفر الشيخ ومن المحلة ومن المنصورة واللي من الشرقية ومن هنا من القاهرة في لعبة كتير بيتيجي مجهدة فأنا برضو بعمل الظروف دي وبنييجي نبص عليهم بدل مرة اثنين وثلاثة والحمد لله أنا عندي السنة دي لعب ميزة جدا يعني بفضل الله اخترت لعب يعني على مستوى وعندي طبعا فرقة 2004 طبعا بجيب منهم لعبة كتير وطبعا زي النجم أحمد صالح فأحمد جاء له عرض السنة دي جاء له وجاء له عرض من الاتحاد وبرضو كابتن مار همان برضو في الانتاج الحربي يعني تكلمنا عنه فإن شاء الله ننتظر من فرقة السكة الحديد لعبة كتير جدا هتروح الممدز إن شاء الله السنة دي بإذن الله نخش يا كابتن محمد للمجموعة الثانية اللي هي مجموعة القاهرة بالنسبة لنتائج مجموعة القاهرة كابتن محمد سيراميكا كلوباترا يفوز على المريخ واحد صفر مارينة لو سمحت كده معنا الجدول بتاع المجموعة الثانية القناة يفوز على كوكاكولا تلاتة واحد الزرق يفوز على منتخب السويس يتعدل مع منتخب السويس صفر صفر بوتروجيت يفوز على النجوم اثنين صفر والناصر القاهير يفوز على الترسانة اثنين واحد وجمهورية شبين تخسر على أرضها من الترسانة صفر واحد معي أستاذ محمد الترتيب سيراميكا كلوباترا سيراميكا في المركز الأموال تتقدم الأموال تتقدم طبعا أنت عارف حظوظك دلوقتي أي نادي ما بيصرفش أي نادي ما فيش مادة أنت باش تقدر تكمل المسيرة وده الدوري بيقى نفس طويل أنت حتجيب لعبة إزاي وتجدد لعبتك إزاي وانت معاكش فلوس أنا زعلان بس يمكن على فريق الترسانة الترسانة موقفه صعب جدا يعني مركز العاشر وخصوصا ما عندنا كابتل محمد مدير فن كفر أنا أتكلم في كده كابتل محمد صلاح الكابتل محمد صلاح جاي وترسانة لسه أخدهم من ماتشين جاي وترسانة واقع لسه أخدهم من ماتشين المشكلة أن الترسانة عنده كان بونت عنده تسعة بونت حاجة صعبة الترسانة اسم كبير هلقي حضاتك فريق القناة في المركز الثاني 18 نقطة في المركز الثالث الداخلية طبعا الداخلية لسه هابت حديثا من الدوري 16 نقطة على فكرة كابتل محمد عبد النبي كابتل طارق لسه بدري دي نهاية الدور الأول حتى في الأسبوع العاشر لسه لهم مباراة قبل الدور الثاني لسه فاكلة الملاحظة كابتل محمد زي ما كابتل طارق قال يعني الفلوس بتضغو على قمم القسم التالي طبعا البنك الآلي في مجموعة الصعيد سيراميكا كلبطرة في مجموعة القاهرة وعندنا في اسكندرية فارقه فارقه في مجموعة اسكندرية ثلاث أمدية اللي هم أصحاب المال هم على قمة المجموعات كابتل طارق تعالى بقى فيه مدخلة جانة من الصعيدة كابتل محمد نسمعها لأنه كان فيه مشكلة مبارح في الضراء الزميل الأعلامي طارق عشور من الصعيد أهلا بك طارق أهلا بك كابتل طارق كابتل محمد عبد النبي وضيوفك في الاستوديو كابتل أحمد صالح وكابتل محمود الشيك أنت كنت قلتني أن فيه كان فيه مشكلة مبارح في مباراة عندكم في القسم الثاني فسريعا كده كابتل طارق سريعا نقول أن كانت مباراة شبان هنا ونادي المينيا بقيادة كابتل طارق السيد نجم نادل زمانكم انتخب مصر وكابتل كمال الزين مدير فني لنادي شبان هنا والمباراة انتهت بالتعادل الايابي واحد واحد لكل الفريقين طبعا كان الكابتل مطلوق نبيل هو حاكم الساحة من منطقة القاهرة كابتل حمد مدبولي من منطقة القاهرة مساعد أول مساعد ثاني ربا عيسى من الغربية وكابتل حمد لبنان من منطقة سعاد طبعا شهدت المباراة أحداث مسهيرة وطرد الكابتل طارق السيد وطرد مؤمن القاضي عضو مانكس الادارة وعمل السندوق وطرد اثنين لعيبة من شبان هنا ونادي المينيا للإعتراض وتعولت الإنظارات شرط الأول والشرط الثاني لمنطقة إدارة الشبان وتم كسر أمف لعب نادي الشبان نتيجة اشتباك أو نتيجة تدخل عنه من نادي من لعب الفريق المينيا لإتضامه أو ارتضامه بالشباك الحديد اللي خلف الحال وانتهت طبعا بكسر بالأنف وطبعا جروح قطعية في منطقة الراز يا قبتني الأحداث ذي حصلت أثناء المباراة ولا بعد المباراة لا أثناء المباراة وفقد كله أخذ انظار يعني حكم المباراة كتب في تقريره هذه الأحداث هو طبعا كان فيه مراقب المباراة كان في بامبو وفيه أكثر من أحداث شهادتها اعتراضات وانظارات ونقول تعدد الانظارات كسرت الاعتراضات على التحكيم وهذا وهذا طبعا شكرا يا كابتن طاري شكرا بنشكر حضرتك شكرا شكرا لكابتن طاري عشور دائما لأعتراض على التحكيم كابتن محمد والله يا هو اللي مزعلني أكتر نعم عندناش كورة لا وصلت لأ وصلت لللاعب يكسر أنفو داخل الملعب والحكم يا أستاذ طاري احنا ما عندناش كورة يعني لي بنعمل في نفسنا كده أبصها لا يعني احنا بنتفرج على ماتش واحد بس في أوروبا تمام احنا بنجبع تمام تيجي عندك ما تلاقيش كورة وتلاقي تخبط وتلاقي ده بيتخاني مع الحكم ده بيتخاني مع الإداري فربنا اشترها على الكورة المصرية ما لو عاوز يطبق كابتن محمود عاوز يطبق دور المحترفين إزاي محترفين في مصر ما عندناش ملاعب ما عندناش تحكيم ما عندناش منظومة تيدي لكورة القدم في مصر سكان هو مش عاوز مش قادر يسوق الدور الممتاز هيسوق الممتاز به والدرجة التالية نبقى أنا كم سنة مش عايفين يسوق الممتاز به ثلاث سنين اللجنة الخماسية اللي جاية الوقت كانوا عايزين يعملوا تقنيه الفيديو في ماتش سبورتينج والبطول عملوه عملوه في سبورتينج على فكرة تقنيه الفارد يعني احنا شفنا اللي حصل في ماتش اللي قبل الأخير لغة للفرقة المنافسة هدف وحيث احتسب هدف للليفربول وخلاص كل الناس انطعت للقرار والفريتين طلعوا سلموا على بعض لو حصل عندنا في مصر الكلام ده لا 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 مش حصل صح تعالي فاستار قبل متعة الكرة الغي الفاردة خالص واشتغل زي ما انته لان على اخطاء التحكيم انت بتلاقي المتعة هي متعة بجد نكمل كلامنا يا كابتن محمد واتعالا نشوف بقى قمة المجموعة التالتة ومباراة المنصورة والراجاء غدا من المنصورة مع الزميل ياسر عبد الرازق اتفضل ياسر تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام الاعلامي المتميز طريق غالب والقضير محمد عبد النبي وتهنئتي في مناسبة العام الجديد اما عن استعدادات فريق المنصورة فقد انهى فريق استعدادات للمباراة الرجاء الهمة غدا على استاذ المنصورة في نهاية مباريات الدوري الاول باداء تمرين في الثانية عشر نورا انتهى بعدها اللاعبون في معسكر بعد فناضج المنصورة يحتل المنصورة المركز السامن برسيد تلتاشر نقطة جمعها من اربعة عدلات وثلاث انتصارات وثلاث هزائل سجل خلالها عشرة اهداف وتلقت شباقه عشرة اهداف ايضا ويتصدر احمد هاريثة ترتيب هدافي المنصورة برسيد خمسة اهداف اما فريق الرجاء فيحتل الترتيب الرابع برسيد ستاشر نقطة جمعها من الفوز في اربع مباريات والسعادة المسلها والهزيمة في مباراتين وسجل مهده تلقتاشر هدف وتلقت شباقه اتناشر هدف يتولى كابتن احمد ساري مهمة الادارة الفنية للطريق بينما يتولى ياسر عبدالواحد مهمة الادارة الفنية لطريق المنصور شكرا يا كابتن ياسر مشكرين جدا شكرا بالنسبة لنتائج المجموعة الثالثة كابتن طارق شكرا يا كابتن عشان معنا تاريخ اقيمت مبارات ضمنهور وابو اير يوم الاحد الماضي وفاز ضمنهور 2 صفر وايضا الحمام ومالية كفر الزيات وفاز الحمام على مالية كفر الزيات 1 صفر وتعادل اليوم بلدية المحلة مع فرقه وهناك سلاس مباريات هتجرى غدا ان شاء الله غزل المحلة مع الأولومبي وادكرنس مع بيلا والمنصورة مع الرجوع عزيزي المشاهدين تعالى نشوف تقرير خاص جدا لكابتن محمود شيكا في معسكر بلطيم ونرجع لك تاني موسيقى 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 من داخل المعسكر المغلق للنادي السك الحديد وتحديدا فرقة الالفين وثلاثة بعد الصعود والرقة المدوية في الاسكندرية يسعدنا يكون معنا هذا اللقاء مع الكابتن الشيكا المدير الفني الفريق الالفين وزارة كابتن الشيكا اهلا بكم برحب بك يا كابتن طبعا وبرحب بالناس بكل الكابتن اللي في ستوديو برحب طبعا بفريق العمل كله الناس اللي سنديتني فعلا في مشواري في البطولة برحب بكم كلكو طبعا في المعسكر المغلق بتاعنا كابتن احنا سعداء جدا احنا الاول مرة واحنا داخلين في الطريق معسكر المغلق وفي بلطيم قلنا الدنيا امطار الملعب الدنيا حتى تبقى صعبة لاخرنا لقينا الاندهاش ان الملعب ليس له اي تأثير من الامطار اه ليه اخترتوا بلطيم تستفادوا ايه وانتوا هنا في المعسكر مع فرقة عفل وثلاثة خاصة بعض الصعود طبعا بلطيم جواه كويس عندنا الملعب هنا ملعب كويس الناس هنا تبعنا الاستفادة طبعا من المعسكر اللي بقى الود الحب مع بعض نبقى كلنا عارفين اللي احنا كلنا اسرة واحدة طبعا وفيه داخل علينا كامل عب جديد علينا النهاردة زي مصطفى زي احمد زي محمد ابراهيم داخلين علينا النهاردة عايز نبص عليهم برضو عشان الناس تنساجم تبع معنا كابتن شيكا وفيت وعدت ووفيت زي ما بيقولهم انا هصعد في ذات الموسم وربنا كرمك وصعدت هتقدم نتائج ومشاء الله من اقوى النتائج في نادي اسك الحديث هو 2003 احنا في الفترة او في فترة الراحة بعد الصعود هنقوله بتساعد ازاي احنا شايفين شايفين مع بعض الملعب وشايفين استعداداتك ان انت موجود النهاردة في معسكر مغرق بالفرقة استعدادك النفسي بقى لللاعبين خاصة ندخل على معماعة تانية ومباريات اكبر واقوى وده كان الهدف الكبير بتاعنا برضو من ضمن الهدفة تاعة المعسكر اللي نبقى عادين مع بعض يعني النهاردة عندنا محاضرة كل يوم بنحافز اللاعبة بننساجم معاهم عايزين نعرفهم اللي اني مش المدارب بتاعهم لا انا اخوهم الكبير وكل الكبات اننا اخواتهم الكبار بس احنا عايزين نعرفهم كلنا واحد احنا عندنا في المجموعة عزيزين المشاهدين مرجعنا لكم بعد التقرير وشكرا للزميل محمد صلاح وتقرير خاص مع المدير الفني اللي نادي السكة الحديد 2003 كابتن محمود شيك حضر معنا الان في الاستيديو اللاعب عمر ايمن علي عرب لاعب نادي السكة الحديد 2003 اهلا بك اكبر مش عرفنا مرضا ببيرناك معنا من وصلين حالي صوتك عمر كده ولا يهمك حاجة احنا عاديين مع بعض قاعدة حلوة كده انت يعني قولينا يعني انت عملت ايه السنة دي لعبت كم مباراة احرصت كم هدف ومركزك في الملعب ايه مركزي نص ملعب احرصت هدفي السنة دي لعبت 12 مباراة دوري كله والحمد لله الجزي السنة دي احسن من السنة اللي فاتت خدت خبرة عن السنة اللي فاتت بكتير بقى عندي سكة اكتر من السنة اللي فاتت طبعا ده كله يرجع لكابتل فضل لكابتل محمد شيكا طيب يعني اقولي ايه يعني سر الظعرورة اللي انت عاملها الجميلة دي غارز بيل اه يعني انت متشبه باللعب ايه غارز بيل غارز بيل شفت انت صباحي نجمة اسوان اه الصباحي ده كان بلعب في سمنود وانتقل لبنعبيد وراح من بنعبيد لأسوان صعد بوم للدوري الممتاز والسنة دي الاندية القمة بتتنافس عشان تضم الصباح وليه زعرورة زي بتاعتك بالزرط اه نرجع التاني لأحمد صالح احمد صالح يعني اه اه قول لي كده بدأت تتلعب كرة وانت عمرك قدي وانا عمري 13 سنة كمان بس ملعبتش كرة بكده لا كنت بلعب عندنا بقى في البلد وكده اه في ملعب خماس وكده والناس شجعوا بابا قالوا ان ابنك بيعرفي لعب كرة وكده فشجعوا وقالوا ان انا اروح نادي وفي واحد من عندنا اسمه الكابتن احمد الصاوي خدني وراح لبابايا واكد عليه عنه وكده وخدني وقداني ينادي اكاديمية الحرس اكاديمية الحرس وكده وما حصلش نصيف في الاختبارات وكده وكان فيه ظلم يعني اه وروحت لكابتن محمود شيكا بقى بعد كده لا الكابتن حمدي كابتن حمدي شحاتا بتاع مولد 2004 ولي وقداني ينادي السكة اه وجيبك كابتن شيكا من بعده فبقى كابتن شيكا دوره معاك ايه في الفترة الاخيرة يعني هو مسندني في كل حاجة يعني بيودي بيصعدني وكده وبيعرض علي عندي حلوة وكده يعني مسندني في كل حاجة يعني كابتن محمود شيكا عامل معاك الوجب والزيادة والزيادة كمال اه يعني رابنا خلقه لي يا رب على فكرة هو من أفضل المدربين أسمع عنه كويس جداً الكابت المحمود شيكا من أفضل المدربين وأصغر المدربين عمراً 24 سنة نروح لعمر أيمن عمر أيمن يعني حبيت كرة قدم إزاي؟ طبعاً بقال لي تسعة سنة كنت بلعب كرة قدم بدأت الأول في أكاديمية الشورى عندنا في جبين وبعد كده رحت غزل جبين كان مسكني كابت أحمد معاز وبعد كده رحت جمهوريت برضو جبين تاني درجة تانية حضرتك عرفة وبعد كده نتنقلت لي السكة الحديد وبعد كده مسكنك كابتن أحمد عبعال الأول وبعد كده مسكنك كابتن شيكا والحمد لله يعني خدت خبرة كتير لإني بقال كتير بلعب خدت خبرة كتير والسنة دي الحمد لله كويس أحسن ما لهو أعزائي المشاهدين للأسف إن وقت حلقتنا خلص ومخرجنا عمال يكلمني في ودني إن الوقت خلص فكابتن محمود شيكا يحب أقول لي إيه في آخر حلقة المارضة بتاعنا الحمد لله أنا بشكر للناس كلها طبعا المسنديني ووقفة جنبي جدا وبالذات والد والدتي بشكرهم جدا وبقول للنجوم اللي معايا وكل الناس اللي عندي في النادي شد حلقوا إن شاء الله ربنا يكرمكم كده وأشوفكم جميع اللي نود الدور الممتاز إن شاء الله كابتن صالح أحمد صالح حبيبا كابتن صالح شكرا شرفتونا النهاردة في برنامج ملعب المظليم وشكر والتقدير للزميل لإعلام محمد صلاح إن هو عرفنا بكم النهاردة وشكرا لزميل لأستاذ محمد عبدالنبي على حلقة النهاردة وكل الشكر والتقدير لكل العاملين ببرنامج ملعب المظليم انتظرونا كل يوم أربعة في السادسة مساءً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا